هلو فيكم بألعاب الشهر وشهر سبتمبر هذا جدا قوي ومليان ألعاب رهيبة خلونا نبدأ من غير طالة أول عبا معنا نفتح فيها الشهر هي لعبة درايجين كوست 11 طبعا درايجين كوست من ألعاب الاربي جي المشهورة في اليابان وناس كثير يسمونها أبو الاربي جي أو هي اللي سوت لك الاربي جي وهذه السنة راح ينزل في الغر ورح يكون فيه صوت غربي كامل تمثيل صوتي الياباني ما كافي تمثيل صوتي وأيضا يكون فيه تحسينات كثير في طريقة اللعب وثاني لعبة معنا لعبة زون اف دي اندرز ساكند رونر مارس اللعبة هذي نزلت قبل 15 سنة على جهاز بلاي سيشن 2 من الأسطورة هديو كوجيمة وطبعا تعتبر الجزء الثاني من لعبة زون اف دي اندرز والجزء هذا او خنقول الريميك هذا او الريماستر هذا راح يكون فيه 4K وايضا يكون فيه دعم للبي ستيشن VR وايضا للVR على البي سي ثالثة لعبة معنا هي لعبة اس ان كي هيروينز تاك تيم فرنزي اللعبة هذي بكل بساطة لعبة قتال شخصيات بنات فقط والبنات هذولي موجدي من ألعاب اس ان كي المعروفة وطبعا من اسمها نوع القتال راح يكون على نظام التاك وبيكون فيه 14 شخصية مقاتلة ومن المفاجهات الغريبة اللي صارت انهم اعلنوا عن شخصية تفتاة لشخصية تيري بوغارد المعروف ورابع لعبة معنا هي لعبة مارفل سبايدر مان على الجهاز بلاي سيشن 4 وتعتبر طبعا حصرية للجهاز وتعتبر لعبة سوني لفصل خريف وهي من تطوير شركة انسومنياك اللي اشتهروا بتطوير العاب رهيبة مثل العاب سلسلة راتشت عن كلانك وطبعا راح يكون فيها قصة جديدة كليا خاصة في اللعبة وبيكون فيها اكثر من عدو واحد خانقولي ممكن ستة وايضا بيكون فيها ابطال ثانيين كضيوف شرف في اللعبة اللعبة راح يكون اسلوبها استكشاف وطبعا بيكون فيها مهمات تسويها وايضا تكون مهمات قصة مهمات مساعدة بيكون فيها تنوع كثير وايضا بيكون تقدر تتمشى في مدينة نيويورك بكل حرية في كل مكان تيبتروح لها بيكون في اللعبة دعم عربي كامل من ناحية الصوت اللي سمعناه مصري وايضا بيكون فيه دعم للقوائم والحوارات ان شاء الله تكون باللغة العربية الفصحة وخامس لعبة معنا هي لعبة شادو ذا تومبريدر وتعتبر اخر جزء في ثلاثية نشأة لارا كروفت وبيكون فيها تمثيل صوتي عربي باللغة العربية الفصحة وايضا قوائم والترجمة كلها باللغة العربية الفصحة واللعبة هذه اضافت اشياء كثيرة من ناحية نظام اللعب بحيث صارت لارا الحين شخصيتها اقوى كثير من اول وصارت هي اللي تصطاد بدل ما هي تنصاد اللعبة هاتكلمنا عنها كثير وفي فيديو خاص لها سوناها على قناة ترو جيمينج موجود تقدرون تشوفونا ذكرت لكم فيه كل شيء نعرفه عن اللعبة واي شي فيها سادس لعبة معنا هي لعبة ترانسفيرنس اللعبة هذه لعبة رعب من شركة يوبي سوفت بالمنظور الاول فكرة اللعبة تحقق في عائلة مريضة بحيث انك تدخل في خيالهم وتدخل في عالم خيالي وتحل الغاز فيه ميزة اللعبة انه فيه افكار كثيرة جديدة وتقدرون ايضا تجربونها الحين موجود الدمو لها على جهاز بلايستيشن فور وايضا الجهاز البي سي وتقدر تدعم اللعبة ايضا البلايستيشن في ار بي سي في ار لعبة فالكاريا كرونيكلز فور وتعتبر جزء الرابع من سلسلة لعبة فالكاريلا وقصتها تدور احداثها في احداث الجزء الاول وايضا رح يكون فيه شخصيات كثيرة جديدة تقدمها وغير كذا رح ترجع الى اسلوب اللعب في الجزء الاول اللي الناس حبوه وهو يتعتبر لعبة ستراتيجي ار بي جي مع اكشن لعبة لايف سترينج ترجع لنا فيه جزء ثاني لها اللعبة هذه رح تنزل اول حلقة منها في هذا الشهر وقصتها تدور عن اخوين دانيل وشون والهدف من اللعبة انهم يبحثون عن بيتهم الاصلي وقصة اللعبة تدور انه صار في حادثة مات فيها شرطي والتهمة الاخو الاكبر في الجريمة هذه وطبعا رح يهرب مع اخوه الصغير في عين العالم ويدور عن اشياء كثيرة بحيث يعرف ايش اصدار الجريمة وايضا وين بيتهم الاصلي واسلوب اللعب ما رح يختلف عن الجزء الاول من اللعبة لكنه بيضيف اشياء جديدة مثل انك تقدر تتحرك الحين وتختار الاختيارات مثل ما شفناه بالجزء الجانبي للعبة فيفا 19 رح يكون فيها تحديثات كثيرة بطريقة اللعب وايضا بسلوب اللعب وغير كذا رح يكون فيه عمق اكثر لطور القصة بحيث صار فيه خيارات اكثر واشياء اكثر تقدسوها في طور القصة وهذا طبعا غير الاشياء المعحودة من العاب فيفا مثلا انتقالات اللي تكون موجودة والاشياء الثانية زي كذا غير كذا صورة الغلاف رح تكون شخصية او هنقول لاعب كريستيانو رونالدو وهو لابس منابس اليوفي يعني بعد منتقل الفريق هذا واخر لبا معنا لعبة فورزا هورايزن فور سلسلة فورزا هورايزن ترجع لنبزل جديد وهالمرة في دولة بريطانيا والجلسة هذا رح يعتمد اكثر شي على تبادل فصول السنة بحيث انه لما يكون فصل شته يكون فيه جليد الشارع يتأثر فالسيارة تزلق اكثر او يكون خريف او يكون ربيع او يكون حتى صيف ويكون فيه تنوع كثير في السيارات الموجودة بسيارات اكثر من اول ويكون فيه ايضا طور اونلاين تلعب مع اصحابك وتكن تلعبون مع بعض او ضد بعض او تدخلون سباقات متنوعة وهذه كانت الالعاب للشهر عطونا رأيكم فيها وعطونا ايش الالعاب اللي متحمسين تلعبونها منهم وايش الالعاب متحمسين تشترونها ان شاءتكم استفدتم وان شاءتكم استمتاعتكم معكم فاتشي هاتيكم العافية مع السلام